مؤخراً وبعد ما كنت من أشهر الثنائيات بالوسط الفني حصل انفصال بينك وبين زوج حضرتك الفنان محمد قمر شنو صارت شنتو ثنائي كلش ناجح على نطاق الحياة الشخصية وعلى نطاق الشغل ليش صار الانفصال هو يعني على نطاق العمل لا ما كانت أكو مشاكل يعني هو كان يدير العمل وهو رجل فنان وإداري ومتفهم هو جيد جداً في قيادة الفرق وخصوصاً قيادة فرقة المقام العراقي احنا أيضاً مختصينا فقط بالآلات التراثية ايضاً أدخلنا آلة القانون والآلات الأخرى نوعنا بالآلات الموسيقية وفي مهرجانات عديدة اشتركنا هو شاطر في تنظيم هاي الأمور لكن المسألة الأخرى اللي صارت هي يعني تعرف الرجل والمرأة يعني أكو انسجام وحب وعشرة عمر كم سنة ضليتو؟ يعني تقريباً احنا يعني لحد انفصالنا يعني أكثر من 35 سنة تقريباً معناها صار شيء شبير هو يعني مو شبير هو هو مو شبير بس أنا ما قبلت يعني على هو اختيارة يعني واختار شخصية أخرى وأني كنت تعرف المرأة يعني الغيرة عدة المرأة وعد الرجل هاي يعني غريزة الحياة يعني نعم من الله هذي يعني طبعاً المرأة غار على زوجها والرجل أيضاً يغار على زوجته بس دائماً الرجال وكأنه هم قوامون عن النساء يعني يعتبروا هذا شيء عادي بالنسبة لهم أما أنا بالنسبة لي ما أحب أحد يملي علي هذا شيء معي جبني وما أقدر أعيش بي في نار دائمية وفي حلقة أدور بنفس الحلقة وفي غيرة وهذه يعني بصراحة أنا مرت بها بصعوبة وأثرت حتى على صحتي هو راضي تتعايشين ويا فكرة أنه عنده يعني مرأة أخرى بحياته اختار امرأة أخرى وعني بعدين تمنيت للسعادة يعني بس مو لازم أنا أقبل بهذا الشيء يوم الطلاق تذكرين شنو صار بي؟ كل شيء ما صار بي احنا تفاهمنا على الموضوع ورحت وانفصلتو اي هو تفاهمنا أنا مصلت إلى آخر مرحلة أنه هو ما يقدر يعني وأني ما قدرهم أستمر هالشكل فاتفقنا وكل دبلوماسية وكل رحابة صدر وانفصلنا شون علاقة؟ وأني بعد الانفصالة ارتاحت من هذا الموضوع اللي كانت عايشة تعرف عايشة بدوامة ما كانت أصدق في يوم للأيام اللي أنا أحبه وأعبده بعد رب العالمين يعني مثل ما يقولون هو كل حياتي وهو كل عملي وكل شغلي وموفد بس العمل هو يعني عشرة طويلة يعني لكن في مرحلة معينة ما قدرت أستمر ما تقبلت الموضوع أنا أذكر بيوم من الأيام حجرت وياتش بهذا الموضوع ما كنتي عالنا الموضوع للعلن وكانت بادي المشاكل فصار شيئا قلت لي تشاورها التقنق قلت لي كلامك طلع صح؟ أي صحيح أنا ما كنت أقدر أبت بالموضوع لأنه كان عندي أمل أنه تنصلح الأمور ما صارت اتفقنا آخر شيء وبعد أن صارت الأمور عادية والآن أنا علاقتي بي طيبة يعني في سؤال وجواب عش ما سحت من الفيسبوك؟ كشفتج في لحظة عاندت ما حبيت يعني أستمر ويا يعرف أخباري وأعرف أخباره بعدين جائز الطرف الثالث الآخر ما يتقبل يصير مشاكل أنت مسحت له هو بصراحة أنت مسحت له هو لا أنا مسحت لا هو ما يحبني لحد الآن هو يكون لي كل احترام وتقدير وان يمأكلنا كل احترام وتقدير هو مهما يكون أبو بنتي وبعدين هو يحب أحفاده اللي هم مو من صلبة أولاد ابني من زوجي الأول كلش متعلق بيهم سعودي وفريد ولآن بنتي هماتين على وشك ولادة إن شاء الله عن قريب فهذه العلاقات الإنسانية بقت يعني انطفت هذه المسائل الغيرة والشك والعناد إذا طلب العودة ترجعين؟ لا أبداً حتى لوعاه في الطرف الآخر؟ لا لا خلاص أصبحها بالنسبة لي ذكرى يعني لا أكثر ولا أقل هل تعيشين وحدة بعد انفصالتش بصراحة؟ أي صحيح أنا عشت الوحدة ولذلك أنا من الوحدة ضجت يعني بحيثي جيت للعراق يعني مش هنعاجبني أروح في أي بلد أنه أروح فكنسي إلى تركيا يعني هاي البلدان كلها شفتها وفريت العالم كله ومن خلال مهرجاناتي وهو يعني بس العراق بالنسبة لي غير شكل خواتي وأهلي وبعدين قبل العام توفت أختي نعم الكبيرة وكنت حابة أزور قبرها فيجيت سويت زيارة الكربلاء المقدسة حظينا بالزيارة حلوة وارتاحت نفسياً شوية لأن أنا أيضاً طلعت من محنة صحية كبيرة جائے جائے